اشتركوا في القناة عن مثل من الأمثال اللي سمعناها واخدناها من أبائنا وأجدادنا دايما نقول ورب يرحم اللي مات منهم ورب يطول عمر اللي مازالوا معنا ويخلينا دايما نتعلموا منهم هذا المثل هذا يتكلم على البكور وفضل البكور ويقول اللي بكر على شغله قضاه يعني اللي كان عنده شغل وعنده مهمة لازم ينجزها وبدأ باكرا في هذا العمل أكيد سيقضي عمله وسيقضي شغله لأن الله تبارك وتعالى بارك لهذه الأمة في بكورها وقد دعى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال اللهم بارك لأمتي في بكورها احنا في رمضان نشوف بعض الناس لا يرقدون ولا ينامون الليل للكامل ما يرقدش صهران ولو كان غير صهران مع الطاعة يعني لو كان جاء صهران يصلي التراويح ويقال القرآن ويصلي التهجد ويتصدق ويسعى على الخير وكذا معليش لكن تلقاه يصهر من قناة القناة ومن مسلسل لمسلسل ومن فيلم الفيلم ثم في النهاية ينوضي تصحر ويعود يرقد لا صلاة فجر ولا يبكر للعمل وتروح أنت تقول له نحتاج ورقة في وظيفته في مؤسسته واللي بعد رمضان ما نشخ الدامين الله غالب رأنا عيانين رمضان عمره ما كان شهر للراحة والدعاء الصحابة في رمضان خرجوا في معارك غزوة بضر في رمضان ما قالوش أنا عيانين يا نصر الله الله غالب رمضان ما نش نوضه بكري الله غالب أنا نصهره خرجوا في غزوة بضر وغيروا معالم التاريخ في رمضان فتح مكة في عشرين من رمضان خرج الصحابة رضي الله عنهم وراحوا فتحوا مكة ما قالوش أنا عيانين وانا صايمين وخلي رمضان الجاي ولا خلي حتل الفطار إذن رمضان والصيام ما جاش بشي تعبنا وما جاش بشي خلينا نرقد نهار كامل ونوضه نمشي وغير في الليل ربي جعل الليل والنهار سنة كونية الليل تسكن فيه الليل ترقد فيه النهار غير تطلع الشمس تخرج وتشمر على يديك وتروح تخدم والبركة كل البركة والأرزاق كلها تقسم في باكر الصباح فطوبة لمن يبكر وسعده والفلاح دياله والخير دايما بين يديه والرزق دايما من عند ربي عز وجل يجي له هذا اللي ينوض بكري ويصلي صلاة الفجر ويدعي ربي عز وجل ويجيب الأذكار ويخرج متوكلا على الله ويتحرى الحلال هذا يسعده في الدنيا ويسعده في الآخرة ربي يجعلنا إن شاء الله من هذا الناس وربي يوفقنا وإياكم لكل خير وإن شاء الله ربي يتقبل مننا ومنكم الصيام والقيام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا